يقول أعاني من الاحتكاك في الركبة في صلاة الفريضة وأجاهد للسجود على الأرض لأداء السجود أما النوافل لا أسجد بسبب هذا الألم ما التوجيه الشرعي حيال ذلك؟ نعم لا حرج عليك في كونك تصلي صلاة النافلة جالسا وذلك لأن الركبة فيها ألم بسبب الاحتكاك ولكن أنبهك على شيء ألا وهو أنك إذا كنت تستطيع القيام بدون لحوق ألم أو ضرر بك أثناء القيام فإنه يلزمك أن تصلي قائما فسقوط السجود عنك في صلاتك بسبب ما تتعرض له من الألم من ركبتك لا يعني سقوط القيام وقد قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم